برحب فيكم عزائي الطلاب بنتابع بدرسنا بعد ما انتهينا من عمليتي الانغراس والتعشيش وانتبهنا بأهل الفقرتين على قصة متى يعني مثلا متى تصل الكيسة الارومية متى تصبح منغريسة متى تصبح بحالة التعشيش متى تصل متى متى اذا مهم جدا هي الفكرة طبعا انتبهنا انه بدأ الحمل عندما تماما اصبحت محاطة بالمختلط الخلوي الكيسة الارومية طبعا وبدأ افراز حاثة مهمة هي الـ HCG التي تعمل على منع تراجع الجسم الاصفر خلال الثلاث اشهر الاولى من الحمل وبقاء البروجسترون للحفاظ على مخاطية الرحم التي اصبح الان فيها جنين يتطور الى كائن حي فالمهم جدا انه تبقى هاي الـ HCG في الاشهر الاولى موجودة حتى تحافظ على هذا الجسم الاصفر ايضا المضغة هي عبارة عن الجنين الذي منذ اليوم 25 من الاخصاب حتى نهاية الاسبوع الثامن من الحمل يسمى بهذا الاسم يعني الجنين يسمى مضغة من فترة 25 يوم من الاخصاب حتى الاسبوع بعد شهرين تاني مهي؟ نعم اذا هاي الفكرة عدناها حكيناها هلأ منقول الحمل اللي بدأ بعد نهاية التعشير القصة تقريبا كل مرة منرجع من عيد الفكرة هاي الكيسة الارومية بالاصل ما هاي كانت الكتلة الجنينية هذا الجوف اللي كان بالاصل جوف مملوء بسائل هاي بطانة الرحم تمام؟ هاد المختلط الخلوي اللي كنا عم نحكي عنه بنقول اثناء التعشيش التبدلات التي تطرأ على الارومة المغزية وخلال الانغراس والتعشيش هنالك ايضا تبدلات على الكتلة الخلوية الجنينية فهالتبدلات هاي ما هي الظهور ببساطة جوفان جوف يدعى الجوف الامينوسي وجوف اخر يدعى الجوف المحي الجوف الامينوسي يتألف من غشاء يدعى غشاء السلة والذي يفرز سائل الى الداخل سيسمى سائل الامينوسي او السائل السلوي اما بالمقابل طبعا هذا الجوف فلالمهم اقول انه يتكون يتشكل بين المضغة والام طرف المقابل يتكون الجوف الاخر وهو الجوف المحي فاذا يتشكل جوفا خلال التعشيش شايفين صارت جوا كله هذا المختلط الخلوي دائما برجع بعيد هذا المختلط الخلوي هاي الارومة المغزية الان هذا الجوف المحي شايفين كيف هذا هون جوف الرحم هذا الجوف المحي للخارج الجوف الامينوسي يفصل بين بطانة الرحم والجنين هذا الجنين هاي المضغة تمام او الجنين هاد جوف سلوي هاد جوف محي الان يتشكل ايضا تبدلاتنا الحكية في كتلة الجنين نفسه نفسه في الكتلة الخلوية الجنينية قرص جنيني مؤلف من ثلاث وريقات هي وريقة خارجية وريقة وسطة وريقة داخلية كل واحدة من هذه الوريقات مسؤولة عن تشكيل جهاز معين في الجسم صحيح لايكي خلايا هاي لكن هاي جنين اسانس جنين يعني كل واحدة من هاد لول ستكون مصيرة جهازا ما في هذا جنين القادم وطبعا انتبه وهالابنا نرجع نحكي انه على الارومة المغزية حصل ايضا تبدلات تمام وهاي بطانة الام التي اصبحت الان مختلط خلوي فضوات مملوئة بالدم وقصة طويلة نحكيها كمان لكن خلينا هلا هون نفسروا نقراهم مرة تانية منقول الكيس الارومية خلال التعشيش يطرق عليها تبدلات ظهور جوفان جوف السلوي جوف المحي الجوف السلوي يحيط به غشاء يدعى غشاء السلاء يفرز السائل السلوي يملأ جوف فيما بعد يصبح اسمه الجوف السلوي ووظيفته مهمة جدا شايفين كيف بين الام والمضغة يعمل على دعم يدعم السائل السلوي المضغة يحميها من الصدمات يمنع التصاقها بجدار الرحم شغال كتير مهمة لانه الكتلة او المضغة كتلة الجنين يجب ان لا تنصهر في خلايا الام تضيع فيها فيفصلها هذا الجوف الجوف المحي الاخر هو له دور مهم جدا ايضا في تكوين خلايا المناعة في الاسابيع الاولى من الحمل فهو دوره يعني الدفاع عن الجزء عن هالجنين هاد طبعا خلال الاسابيع الاولى لانه بيكون بعده عبارة جنين عن خلايا وريقات مثل ما اقلنا هالوريقات هدلول هاليك ارجعه قالولنا متى تتحول اثناء الانغراس والتعشيش الى قرص جنيني مؤلف من ثلاث وريقات كل وريقة مسؤولة عن تشكيل جهاز الخارجية عصبي الوسطى عضلي هيكلي الداخلية هضمي تمام اذا هدلوني ما بانساهم كمان متى تتشكل الوريقات الجنينية وما هي هذه الوريقات الان لا يبقى علينا الا ان نقول ان هاي الوريقات تحولت الى هذا الجنين وذاك الجوف الامينوسي قد احاط بالجنين وشكل شي اسمه الجوف الامينوسي هذا الكيس المحل اللي قلنا عليه بعد شوي حيروح ما له شغل يعني بعد اشهر متقدمة من الحمل المهم انا بدي هدلوني الان الوريقات اعطونا معظم الاعضاء للجنين قد تكونت في الشهر الثالث من الحمل كل اجهزته عصبي عضلي في نهاية الشهر السادس يصبح قادر عن الاستقلال عن امه يعني اذا خلق بها الفترة ممكن يضل عايش لان طبعا السبب ان اعضاءه اجهزته قد اقتما لا تشك لها واصبحت قادر على القيام بوظائفه اذا هذا الجنين الان تبقى على فكرة طبعا الآن الجنين هون كان هو ببطانة الرحم كبر هيك بالبطانة لا كبر وعلى حساب جوف الرحم يبتعد عن الرحم ويتبقى متعلق طبعا بس بالأم لانه هون تشكل اللي بدنا نقول شي اسمه مشيمة هنحكيه كمان بهالفترة نفسه عم يتشكل شي اسمه مشيمة من الارومة المغزية وايضا من الام هنحكيه الآن بالتفصيل اذا هاي بالنسبة للحمل هلأ الفكرة الاخرى اللي هي المشيمة سهلا شكرا